موسيقى افتتمت الحكومة المركزية الصينية اجتماعان لمدة يومين ناقشت فيه كيفية اخراج 70 مليون شخص من حالة الفقر نهاية عام 2020 وقد القى رئيس الصيني تي جينبين خطابا في الاجتماع قال فيه ان الصين وجدت طريقها الخاص للقضاء على الفقر منذ سياسة الاصلاح والانفتاح التي انتهجتها قبل نحو 37 عاما ونجحت الصين حتى الان في اخراج اكثر من 700 مليون شخص من الفقر الامر الذي وصفه الرئيس تي بانه مساهمة كبيرة في تاريخ التنمية الانسانية واضاف سي ان القضاء على الفقر واحد من اولويات الحكومة في الخطة الخمسية المقبلة في البلاد وهو ليس بالامر السهل ابدا ودعى الرئيس سي لتوخي دقة في العمل الامر الذي يعني مزيدا من الجهود في البحث عن اولئك الذين لا يزالون تحت خط الفقر وما اسباب فقرهم والبحث عن نظام اكثر عقلانية في مساعدتهم غادر الرئيس السيني جيمبي هذا اليوم العاصمة بكين متوجها الى فرنسا لحضور المراسم افتتاح مؤتمر تغير المناخ بباريس وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا اولان ورئيس مؤتمر تغير المناخ بباريس لورا فابيوس وبعد حضوره المؤتمر سيقوم الرئيس سي بزيارة دولة لزيمبابوي بدعوة من رئيس زيمبابوي روبرت موكافي كما سيقوم بزيارة دولة لجنوب افريقيا بدعوة من رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما حيث سيترأس منتدى التعاون بين الصين وافريقيا في جوهانسبيرغ قدم وزير الخارجية الفرنسي لورا فابيوس يوم امس سبت نموذج مفتاح لمقر مؤتمر تغير المناخ بباريس الى كريستينا فيجريس الامينة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ في مركز لو بورجي للمعارض وتعد هذه الاجراءات اشارة لتسليم حق الادارة في مركز لو بورجي للمعارض بباريس الى الامم المتحدة وذلك اعتبارا من تاريخ هذا اليوم سلمت كريستينا فيجريس نموذج المفتاح لموقع مؤتمر تغير المناخ بعد ان تسلمته من وزير خارجي الفرنسي لورا فابيوس وعربت عن شكرها على الجهود الفرنسية في هذا المجال هذا وقد زارت فيجريس قاعة السين مع فابيوس في وقت لاحق ويمكن ان تسوي على قاعة السين حوالي 2000 شخص وهو المكان الذي سيعقد فيه حفل افتتاح مؤتمر تغير المناخ وسيعقد مؤتمر تغير المناخ بالعاصمة باريس في الفترة ما بين الثلاثين من الشهر الجاري وحتى الحالي عشر من ديسمبر المقبل وسوف يحضر هذا المؤتمر 147 من رؤساء الدول والحكومات اما الهدف الرئيسي للمؤتمر هو التوصل الى اتفاق حول تعزيز الاجراءات بشأن تغير المناخ بعد عام 2020 هذا وقد اتخذت فرنسا سلسلة من التدابير الامنية وتأمين حركة المرور لضمان انعقاد المؤتمر بالشكل المطلوب ومع افتتاح مؤتمر تغير المناخ قال خبراء بريطانيون ان الصين اتخذت كافة التدابير اللازمة للحد من الانبعاثات في السنوات الاخيرة وهزادت من وطيرة تنفيذ الخطط المتعلقة بهذا الشأن وقد قدمت الصين مساهمات كبيرة للسيطرة على تغير المناخ العالمي قال البروفيسور كريس من قسم علوم الارض في جامعة لندن انه هناك حاجة الى تغيير نمط التنمية وتعديل الهيكل الاقتصادي وقد بدلت الصين جهودا كبيرة للسيطرة على تغير المناخ خلال السنوات الاخيرة ان التزام الصين بتعاحد ترك اندبعات عميقة في اذهاننا حيث تتضمن واحتف صين خفض باعثات الكربون الصينية لعام 2030 ويدخل مشاريع جديدة لانزمة طاقة على نتاق واسع وهي تكنولوجيا طاقة نزيفة وذلك يوازي مجموع انزمة انتاج طاقة للولايات المتحدة باكملها منذ 15 عاما لذلك اعتقد ان صين اظهرت قيادة حقيقية بهذا الخصوص على الصعيد الدولي باضافة الى ذلك قال خبير المناخ الروسي ان الصين قدمت مساهمات هامة في تغير المناخ العالمي بعد عام 2030 اقبل ذلك ستقفد الصين حجم انبعاثات الكربون هذا البيان مهم جدا وهو خطة جيدية للصين امل في ان تستفيد الدول الاخرى من الخبرات الصينية في هذا المجال وفيما لبذلت جميع البلدان جهودا مشتركة يمكننا السيطرة على ارتفاع الاخترار العالمي في النطاق المحاول افاد التلفزيون الوطني السوري يوم امس السبب التوقيت المحلي ان القوات الحكومية السورية استعدت بعض المناطق شرق حلب التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف وبالاضافة الى ذلك احكمت قوات الحكومة السورية سيطرتها على جزء من الطريق السريع المتوجه الى مقار التنظيم المتطرف في فرقة ووفقا لتقارير فانه من المناطق التي استعدتها القوات الحكومية السورية بلدتان على بعد ستين كيلومترا شرق حلب كما اشارت التقارير الى ان القوات الحكومية السورية تقاتل التنظيم المتطرف في المناطق المحيطة بمدينة حمصة حيث اعدت سيطرتها على بعض المناطق قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم امس السبت انه يشعر بالحزن بشأن اسقاط الطائرة الروسية بالقرب من الحدود السورية ويأمل في تحسين العلاقات مع روسيا حقا هذا الحادث محزن ولم نكن نريد ان يحدث هذا غير انه حدث للأسف امل انه لن يحدث مرة اخرى لم تتسبب تركيا في اي توترات واشتباكات ونحن لن نفعل ذلك ابدا افادت وسائل الاعلام ان الرئيس التركي اردوغان اعرب عن رغبته وطلبه للقاء مع بوتين وجها لوجه في باريس في الاسبوع المقبل خلال قمة تغير المناخ غير ان بوتين يرغب في الاعتذار من تركيا قبل موافقته على اللقاء مع نظيره التركي وتتعارض روسيا وتركيا حول ما اذا كانت الطائرة الروسية قد دخلت المجال الجوي التركي هذا وحذرت تركيا مواطنيها من السفر غير العاجل الى روسيا وقال متحدث باسم الحكومة التركية ان بلاده تناقش كيفية الرد على العقوبات الروسية اشترك ممثلون من حوالي 33 دولة في قمة النفط المنعقدة في طهران يوم امس السبت حيث اعلنت الحكومة الايرانية عن عقودها النفطية الجديدة من اجل جذب مزيد من المستثمرين الاجانب في صناعة النفط والغاز الايرانية في يوليو الماضي تم التوصل الى الاتفاق الشامل عن القاضيات النووية الايرانية ومن المتوقع ان يتم رفع العقوبات المفرودة على ايران في اوائل العام المقبل 2016 من اجل جذب استثمارات اجنبية في قطاع النفط والغاز الايرانية اعلنت ايران عن عقودها النفطية الجديدة لتبديل عقد خدمات عادة الشراء السابق وتتضمن العقود الجديدة اكثر من 50 مشروعا بالقيمة اجمالية تصل الى 185 مليار دولار امريكي لرفع العقوبات القاسية عن ايران لذلك لدينا هذه القمة وهذا الامر يثبت مرة اخرى ان العقوبات المفروضة على ايران من ناحية النفط هي تضر بمصالح كلا العملاء والمنتجين اعلن وزير النفط الايراني انه بمجرد رفع العقوبات عن ايران ستتم زيادة انتاج النفط الخامة الايرانية لاستعادة حصتها المفقودة في السوق وان ذلك يعطي المستثمرين الاجانب الكثير من الفرص في الاستثمار نأمل انه في ظل هذا المناخ سيتحقق تعاونا مربحا بين شركة النفط الوطنية الايرانية وشركات اخرى وعلينا ان نعير اهمية للتعاون مع الشركات الاجنبية نحن بحاجة الى التعاون الاجنبي في المجالات الثلاثة التالية تحقيق التحديث التقني والادارة المنتازة والاستثمار الجيد بفضل العقود النفطية الجديدة التي صدرت في القمة سيكون للمستثمرين الاجانب عوائد افضل فبموجب العقود الجديدة يمكن ان تحصل الشركة الاجنبية على ارباح حسب الانتاج الحقيقي فيما كانت عقود عدد الشراء الارباح فيها ثابتة كما ان مدة العقود الجديدة قد تصل الى عشرين او خمسة وعشرين عاما فان الشركة الاجنبية بذلك لديها المزيد من الوقت للاستثمار الجديد بالذكر ان ايران لديها رابع اكبر احتياطي للنفط في العالم واكبر احتياطي في الغاز الطبيعي في العالم هذا وقالت ايران انه بعد رفع العقوبات عنها رسميا ستزيد على الفور من انتاجها بخمسمات الف برميل من النفط يوميا وتخطط لزيادة مليون برميل يوميا قبل نهاية عام 2016 وبعد رفع العقوبات عن ايران سيرتفع انتاج النفط الايراني بشكل واضح وسيكون لهذه الخطة تأثير مباشر في سوق النفط الدولية في نبائنا الاخير يعتبر تسليم طائرة الركاب النفاثة الصينية من طراز ARG21 لشركات الطيران امرا ذا اهمية كبيرة لان الاعمال التي تم اكمالها ستفيد تنمية الطائرة الكبيرة نفاثة صينية الصنع من طراز C919 طائرة ARG21 وC919 من الطائرات نفاثة صينية الصنع للقرن الجديد ويمكن لطائرة C919 ان تقل 174 راكبا على الاكثر وعلى اطول مسافة 5500 كيلومتر ويمكنها الطيران على الخطوط الرئيسية في شبكة الطيران المدني اما طائرة ARG21 فيمكنها ان تقل 90 شخصا على الاكثر والطيران على الخطوط التي تربط بين المدن المتوسطة والصغيرة وقد قامت طائرة ARG21 باول رحلة جوية عام 2008 وهي تعد باكورة انتاج جيل جديد من طائرات الركاب النفاثة صينية الصنع فهي مثال رائد في اكتشاف طريق صعب تسلكه الصين في مجال صنع طائراتها المدنية حققت طائرة سي 919 التي صممت على اساس طائرة ARG21 ابتكارا مستقلا وكاملا في مجالات التصميم العام والنظام الهوائي والهيكل والادارة الجامعة للمشروع بعدما مهدت طائرة ARG21 الطريقة لتنميتها تم الانتهاء من صنع طائرة سي 919 مطلع الشهر الجاري ومن المتوقع ان تقوم باول رحلة العام المقبل الى هنا تنتهي نشراتنا الاخبار نشكر لكم حسنا للمتابعة تحية مني ومن طريق العمل في الاخبار الى اللقاء اشتركوا في القناة